بجد التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الآلي العظيمي يعني نقدر نقول الهدف اتحقى نتيجة المباراتين الحمد لله رب العالمين اهلتنا ليه دور نصف النهائي وده الحقيقة مباراة الاولى ان انت بيكوش فيك هدف ده امر مهم جدا عشان كده بنحيي الحقيقة لعبة النادي الآلي بنحيي مستر ماصر كولر ده اي جاز الفني بالكامل لان الفكر الكبير بيترجم في المبارات الكبيرة الكثافة جمهرية كبيرة جدا لكن كل الامور دي طبعا هنسأل المستر ماصر كولر الكثافة الجمهرية والاجواء انا عارف طبعا ان كان اجواء صعبة جدا لكن بالخبرة الكبيرة الجاز الفاني بخبرة اللعبين تحضير الاكثر من رأي على ما اعتقد ايدينا ان احنا نحن نحن نحقلها في المطلوب كيف يرى المبارا وكيف يرى ايضا كمان اداء لعب النادي الآلي هنبي زي انزيد دي لازن بيها لشبيلة هونتا اعتقد احنا نشط لولا ما لعبناه زي ما احنا كنا عايزين وده لي علاقة بردو بالمنافس احنا بنلعبش لوحدنا هم كانوا عندهم شراسة كبيرة جدا مع جمهور مع دعم الجمهور بتاعهم فكانوا يضغطوا في النوجات واحنا كان لازم ان احنا ننقل الكرة افضل من كده وكان بنخسر الكرة بسرعة جدا وده كلهم بنخسر الكرة ده بيخليهم يعملوا ضغط علينا اكتر وبعد كان كان ضربت الجزاء وهم ضيعوها بعض الكرة كانت خطرة برضو من الدرابات السابتة لكن من اللعب نفسه هم ما ضيعوش اي فرص هم ما خلقوش فرص علينا خلص تقريبا طول المباراة لكن احنا طبعا مفروض نبقى حسن من كده ونقدر نبقى حسن من كده الكويس ده ان انا اخدت خبرات ان انا اخد خبرات في اجواء ازاي دي وازاي اللعبتي بتلعب في الاجواء الزاي دي عشان اقدر احضرها في المطشط المشابهة بعد كده يمكن فيه كواليس كبيرة ما حدش بيشوفها يمكن غيرها ما بدورش نال عنها لكن الحقيقة مستر كولر في التدعبات والجاز الفني الاجهز بيلعب يمكن كمان فيه واجبات بديها البعض اللعيبة بتنفسها بشكل كبير عشان كده بيظهر اللعب بشكل مميز حتى لو مش في مكان في مكانه دي راجع الخبرة الكبيرة بالتأكيد لمستر كولر والجاز الفني بالكامل كل هذه المدشال، كل يناس الخضر مستشفى أو كل ما ينفيها مستشفى الاجهزية طبعاً موضوبي أصعبك أنت كمدرب أن أنت عندك قايمة كبيرة وأنت اللي جهزت كل اللعيبة فبقى قرارك أصعب بساعات بتوجه على القلب فعلاً أن أنا أضطر أن أنا أطلع حد وهو بيدي كل حاجة في التمرين وبيعدي كويس وأن أنا لازم أخد قرار أحياناً بتبقى قرارات على اللعيبة اللي تمرانه كويس وعملوا كل حاجة لكن ما قدرش أن أنا أخد كل اللعيبة معي طبعاً بالطبع ليس كويساً للعيبة كيف تزعلهم وعشكاً أنا أحاول دايماً على طول لن أعمل التدوير كل اللعيبة رجلها في الملعب كل اللعيب عارف أنه ممكن يلعب في أي لحظة أحياناً في لعيبة ودي حاجة ما تحضرها في الجمهور ممكن يلعب كان عيان مثلاً بقاله فترة مريض أو كم مصاب ورجع من إصابه بيبقى قاعد فترة بقاله فترة مصاب ما بعندوش ريت من مطشاط بقتر أستنى عليه شوية لكن أنا بحاول أن أنا كل اللعيبة تبقى جاهزة وأننا ما نحسش بنقص أي حد بشكل أهتم جداً أن حتى اللعيبة اللي ما بتجيش معنا الصفر اللي بتقعد في مصر فافل إنها برضو تتمرن بنفس الشدة بتاعت اللعيبة اللي هنا عشان خاطر يبقوا برضو رجلهم في الملعب يقو جاهزين لما نرجع نليهم شكراً زي ما حنا شايفين منشاط بالوقت كمان الشدة بتاعتها بقت عالية جداً كلما منقرب في البطولات المنشاط حملها البدني بيزيد والضغط البدني فيها بيزيد فلو أنت معنكش قايمة كبيرة جاهزة أن أي حاج العفاية وقت يحصل لك أي إصابات أي غيابات هتلاقي العفاية مش جاهزة فأنا لازم يكون عند القايمة بالكامل كلها جاهزة وبالتلاف الملعب وهنا منحاول دائماً ندير الأمور بالطريقة دي مع 34 لاعب في القايمة الموضوع مباشر دائماً سهل